اشتركوا في القناة ان كل امراض اللثة يمكن ان يكشف عن وجودها بوجود التهاب اللثة والتهاب اللثة يعني التهاب النسيج الخارجي الداعم للسن ويعد السبب الرئيسي لها هو تراكم طبقة البلاك على مستوى الثلم اللثبي اذا تمت معالجة هذا الالتهاب يمكن الشفاء منه بكل سهولة واذا لم تتم المعالجة فيمكن ان يتطور هذا الالتهاب الى احد امراض اللثة اشتركوا في القناة